كريستين أريكسن طبعا نجم منتخب الدنمرك واحد من النجوم طبعا واحد في الكرة نجم كبير واسمه محترم جدا الحقيقة واحد من يمكن يكون اللعيب الأهم في تشكيلة الدنمرك لكن الحقيقة يمكن حدسته أو وقعت سقوطه في أرض الملعب في مواجهة الدنمرك وفنلندا شدت انتباه العالم وقافته للحظات كده في حالة صمته ترقب كبيرة جدا وخلت الحقيقة يمكن حالة التعاطف معاه خلت مادة دسمة الحقيقة لكل وسائل الإعلام اللي ركزت على متابعة حالته يمكن معنا أكتر من خبر النهاردة بداية طبعا أكلم حضراتكم على إقدارة الإعلام في اتحاد الدنمرك اللي كشفت عن تفاصيل الحالة الصحية لكريستين أريكسن وقالت الحقيقة يمكن في تصريحات لها أنه التحاد دايما في حالة تواصل مستمر معاه طول الوقت وكل يوم وأنه الحمد لله بنطمن كل المتابعين لحالة كريستين أريكسن أن حالته مستقرة وجيدة كمان الحقيقة يمكن زي ما قالت لجازاتها دي لسبورت قالت أنه في تصريحات يمكن تنشرت على لسانه تصريح لأريكسن أول ما تكلم وجه فيه شكر للجميع على مسندتهم لي وقال أنه أنا أشكركم وأن أنا لن أستسلم وأن أنا أشعر بتحسن كبير في الفترة الحالية بحاول بس أفهم إيه اللي حصل لكن في النهاية أنا بشكركم جميعا على كل حاجة عملتوها عشاني ويمكن أكتر من خبر لفت نظر الحقيقة منشط جميل جدا في ماركة الأسبانية كانت بتقول فيه لقد علمنا من فاز ببطولة يورو عشرين عشرين إنهم الأطباء طبعا إشادة غير طبيعية الحقيقة بالمستوى المحترف لتعامل بالجهاز الطبي مع واقعة إريكسن لحظات ممكن ثواني أو أجزاء من الثانية كمان بتفصل فيه مواقف زي دي بين حياة أو موت وأعتقد أنه التعامل كان أكتر من رائع بيتر شمايك يتكلم الحقيقة يمكن على خلفية الواقعة وهاجم تحاد الأوروبي بشكل كبير جدا على قراره باستكمال المباراة في ظل طبعا حالة صعبة وإنسانية جدا زي كريسين إريكسن وقال الحقيقة في بعض التصريحات اللي نشرتها ماركا أنه زوجة إريكسن سابرينا جونسن ظنت أول ما وقع إريكسن على أرضية الملعب أنه توفى لكن يمكن كاسبرش مايكل ابنه طبعا حالس الدنمارك هو اللي راح وطمنها أنه عايش ما توفاش طيب هنتكلم أكتر عن كوبا أمريكا في السادسة طبعا الانطلاقة بين البرازيل وفنزويلا كانت أكتر من رائعة سلسية البرازيل بتقول أنها جاهزة لتحقيق اللقب تشكيلة البرازيل كل الحقيقة ما يتعلق بكوبا أمريكا هيكون معنا تفاصيله في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس بس بعد فاصل سريع جدا